قبل أربعين عاماً استقرت ماجدالينا في بلدة ألمانسية في أطراف إشبيلية هي الآن على مشارف الستين وقد توفي زوجها جيرمو الرامون منذ عشر سنين وترك لها منزلاً صغيراً في زنقة ساندييغو تعيش ماجدالينا وحيدة منذ أن مات الكلب تومي ثلاث سنوات بعد رحيل جيرمو لم تكن ماجدالينا تقيم روابط قوية مع جيرانها إلا ما كان من لخاءات عابرة في مناسبات دينية أو اجتماعية لم تكن من المواظبات على الحضور إلى الكنيسة لقداسات الأحد وكان ذلك يثير لدى البعض تساؤلات الذين يعرفونها منذ فترة طويلة كانوا بين فينة وأخرى يستحضرون كفاءاتها الرفيعة في الفلاميكو منهم من كان يتساءل في حضورها نفاقاً أو صدقاً عن الأسباب التي حالت دون احترافها الرقص كانت تكتفي بابتسامة بها بعض من خجل لم يكن جيرمو يشجعها على ذلك وإن كان لا يخفي بعضاً من نشوة وافتخار حين كان الآخرون يغرقون في الحديث عن قدرات زوجته ما قبل الأربعين عاماً التي أمضتها ماجدالينا في المنسية لم يكن يعرفه سوى جيرمو وقد ظل محتفظاً بأسرار تلك الحقبة وحملها معه دون أن يبوح بها لأحد تعرف إليها جيرمو في العام 58 تسعمائة وألف كان في الخامسة والعشرين وكانت هي في الخامس عشر أو السادس عشر يومها كان في زيارة إلى شفشاون وقد صادفها في أحد دروب المدينة كان كلما استحضر تلك اللحظات يعيد على مسامعها الذي أحس به لما التقت عيناه بعينيها قال إنه خال نفسه يومها في غرناطة ذات زمن أندلسي زاهر كذلك كان يقول كلما استحضر تلك اللحظات التي حولت حياته ثم اكتشف أن الفتاة التي أسرت قلبه تعمل خادمة في منزل إحدى الأسر الميسورة الحال تغادره حين يحل المساء وتمضي إلى منزل قديم تقضي فيه الليل سيعلم لاحقاً أنه كان يعود إلى تلك الأسرة التي تستخدمها جيرمو ذو الخمسة وعشرين ربيعاً كان قد أنهى الخدمة العسكرية قبل بضعة أشهر وقد جاء إلى شفشاو في رحلة سياحية عبر عدد من مناطق شمال المغرب بعد ثلاثة أيام قرر الاقتراب منها قابلته بنفور واستنكار كانت تفهم الإسبانية لم تكلمه في مرات أولى ولما لمست منه إلحاحاً سألته عما يريده منها تذكر أنه ضحك كانت تتوقع أن يقول لها شيئاً من قبيل إنه يريد أن يخرج معها في نزهة كما سبق وأن سمعته أكثر من مرة من شبان بل ومن كهول شفشونيين ولكنه بعد أن ابتلع ما تبقى من ضحكته قال لها أحبك اهتزت الفتاة لم يسبق لها أن سمعت كلاماً بكل تلك القوة أحست بحرارة تخترق وجنتيها نظرت إليه كان يبتسم ابتسامة مترقب للرد ولكنها هربت منها عاد جييرمو في اليوم التالي استوقفها قبل أن تبلغ الدرب حيث المنزل القديم الذي تأوي إليها يومها قال لها اسمه يومها قال لها إنه يريدها بعد تلك اللقاءات القليل عددها أحست بأنها تجد في نفسها ميلاً لا تفهمه إلى هذا الشاب وللمرة الأولى اتفقت معه على لقاء خارج أسوار المدينة ما تعرفه من إسبانية يتيح لها تواصلاً مقبولاً مع هذا الأجنبي ولعلها المرة الأولى التي نظرت فيها إلى عمق عينيها المراهقة التي كانت رأت في تلك النظرات حباً لا يخفى عادت الفتاة واسمها الغالية إلى مأواها في عمق المدينة القديمة كانت في حيرة كيف لها أن تقيم علاقة مع شخص غريب في ذلك البيت الذي لا يتقاسمه معها أحد كانت تخاطب نفسها بصوت مسموع وكانت تتخيل الذين تريد مخاطبتهم تضع لهم ملامح وأصوات في ذلك البيت لا يوجد من يأمرها بالسكوت أو يعلق على ما يصدر عنها من كلام هنا هي الآمرة الناهية وحتى الذين تريد مخاطبتهم ملزمون بسماع ما تقول وبالتعقيب بالكلام الذي تريده هي هو عالمها في تلك الليلة كان مخاطبها ذاك الشاب الإسباني الذي قال إن اسمه جييرمو كانت هي تخاطبه تستحضر واقعها قبل خمس سنوات لما كانت في العاشرة أو الحادية عشرة علمت أنها يتيمة الأبوين قيل لها إن والديها مات في حادثة سير بينما كان في الطريق لمولي عبد السلام لم تعلم لهما قبرا ولا أخبرها أحد بما إذا كان لها إخوة كل ما تعرفه أنها محسوبة على تلك الأسرة التي تخدمها لقاء اللقمة كانت بنات تلك العائلة ممن كنا في سنها أو قريبات منها تذهبنا إلى المدرسة وكانت هي تغسل ملابسه وتكنس غرفه وتساعد ربة البيت في إعداد الطعام تلك هي حياتها ولا ترى لها أفقا أبعد من واقعها ذاك يبدأ يومها قبل طلوع الشمس وينتهي عند الغروب في تلك الليلة سألت نفسها عن علاقتها بتلك الأسرة لم تجد لسؤالها جوابا خافت أن تمضي أبعد في النبش اتخذت قرارها بالهروب من حياتها تلك التي لا أفق واضح لها قبل أن يهزمها النوم قررت أن تبلغ الإسباني بما انتهت إليه في الصباح مضت كعادتها إلى منزل تلك الأسرة أعدت وجبة الفطور ووضعتها على المائدة ثم انزوت هي في المطبخ تنظف ما اتسخ من الأواني لقد تعلمت منذ سنين أنه لا ينبغي لها الجلوس إلى المائدة جنبا إلى جنب مع أصحاب الدار في المساء قبيل المغرب وكانت على موعد مع غيرمو حملت ما فضل من طعام الغذاء لتتخذه لها عشاء ثم غادرت وضعت ما حملته من طعام في غرفتها ومضت إلى موعدها مع الإسباني مساء ذلك اليوم أبلغته برغبتها في الرحيل عن شفشاون تلقف رسالتها سريعا وعرض عليها الرحيل معه إلى إسبانيا لم تقو على الكلام حركت رأسها موافقة وهي تحبس دموعها قال لها إنه سيدخلها إلى سبتة ومن هناك سينتقلان بحرا إلى إسبانيا تواعد على اللقاء في الصباح الباكر في محطة الحافلات منذ إذن لم تعلم خبرا لتلك العائلة التي اتخذتها خادمة لقاء لقمة مما يفضل عن موائدها لم تعود الغالية بعدها إلى شفشاون ذاك سر لم يعلم به أحد من معارفها في ألمانسية ولا في أنتكويرا قبل ذلك تذكر أنهما أنضي ثلاثة أيام في سبتة في منزل صديق لغيرمو كان يجد صعوبة في نطق اسمها الغالية أبلغها أنه سيناديها ماجدالينا ضحكت كالمجنونة ليلتها انتبه شعور غريب وكأنها تدفن ماضيها القريب لتبدأ حياة جديدة لقد خلفت شفشاون وراءها وها هي تقرر أن لا تلتفت إلى الوراء في سبتة اشترى لها جيرمو لباسا كذاك الذي ترتديه الإسبانيات اعتمرت قبعة تتدلى منها شبكة رفيعة لا تحجب الرؤية ولكنها تموه الوجه بدت أكثر جمالا لما ركبت الباخرة وكانت تفعل للمرة الأولى صعدت رفقته إلى السطح كان الوقت ضحى ورأت اليابسة تبتعد والدلافين وأناسا كثيرين لمحت من بينهم مجوها تشبه تلك التي كانت أليفتها في شفشاون عمل جيرمو في أنتكويرا سائق حافلة وكان عمله ذاك يضمن له دخلا قارا بعد ثلاثة أشهر قرر الزواج منها كان عليه أن يستخرج لها وثائق هوية وكذلك صارت تحمل اسم ماجدالينا الرامون بعد خمس سنين أمضيها في أنتكويرا قرر جيرمو الانتقال إلى إشبيلية حتى يكون أقرب إلى والدته التي كانت تسكن في حي تريانا تعاطى تجارة الخضر والفواكه اشترى شاحنة صغيرة كان يجوب على متنها جهات عديدة من الأندلس يستقدم إلى إشبيلية الخضر والفواكه وفق ما يتوفر منها كل موسم وكذلك استطاع أن يوفر مبلغا هاما من المال اشترى به المنزل الذي استقر به مع ماجدالينا منذ أن توفي جيرمو لم تعد ماجدالينا تختلف إلى الكنيسة في مرات قليلة تشاهد هناك كان أكثر ما تحبه أيام لفيريا ذاك المهرجان الذي يمتزج فيه الدين بالتاريخ بالأساطير وتنشط فيه التجارة والغناء وكلما حضرت المهرجان الذي يقام مستهل الربيع من كل عام استحضرت تلك المرة الأولى التي شهدته كان معها جيرمو وللمرة الأولى انخرطت في وصلات الفلامينكو شدت إليها الأنظار وجاء إليها وهي تقف بجوار جيرمو من أغدق عليها بعبارات الإعجاب كان ذلك يثير لديه غيرة اعتادتها فيعجل بعودته ما إلى البيت أو يقترح الذهاب إلى فضاء آخر في المنسية الآن وقد توفي جيرمو لم تعد تستقبل الكثير من الضيوف وحدها كراميلا جارتها الأرمل مثلها كانت تتبادل معها الزيارات وقد صارت المرأة التي كانت مثلها على مشارف الستين صلتها الوحيدة بمحيطها ذات صباح وهي ترافقها إلى المقبرة لتضع إكليلا من الظهور على قبر جيرمو سألتها عن سبب غيابها عن قداسات الأحد في الكنيسة وحتى تضفي على الموضوع ما يحتاجه من جد قالت لها إن الكاهن سأل عنها أكثر من مرة صمتت ماجدالينا دقائق طويلة ثم اكتفت بالقول لست أدري وقد لمست فيما قالته كراميلا ما أوحى إليها بأنها وربما جارات أخريات تساورهن شكوك حول عقيدتها المسيحية في يوم الأحد الذي تلى ذلك الحديث كانت كما فعلت مرات في الماضي تجلس في الصف الأمامي حتى يراها الكاهن الذي ألقى موعظته التي لم تكن تختلف عن تلك التي ألقاها في مرات سابقة لم تكن ماجدالينا تدري أن حضورها ذاك القداس سيكون الأخير مساء ذلك اليوم وهي تأوي إلى فراشها أحست بضيق في التنفس وتوهمت أنه الموت يحيط بها كان لها دفتر تدون فيه ذكرياتها منذ أن تعلمت الكتابة أخرجته وجلست إلى الطاولة ثم كتبت أحس بتعب شديد يبدو أنها كانت تهم بكتابة شيء آخر لما سقطت على الأرض في الغد مساء جاءت كراميلا لزيارتها طرقت الباب مرات عديدة ولما لم يأتها جواب أبلغت شرطة حين اقتحم المنزل عثر عليها جثة هامدة إن كب المحققون على الدفتر ذكرياتها فيه كانت قصتها الكاملة شكرا